السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام اتمنى انكم ان شاء الله تكونوا كامي في صحة وعافية جيدة اه هذا الفيديو ان شاء الله نشوف الشرح ديالي بلون ديال 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 طرس اه يعني البرون ديال السطح بعدما كنشنا البرون ديال الفوندسيون اه هذا البرون ديال الريتشوصي يعني ذيل الطرس يعني ذيل السطح من الفوق قبل ما نبدأ في هذا الفيديو الإخوان الله يجعزكم بخير تابونوا فلاشين بارتاجيوا مع الدراري كاملين في الجروب إحنا كنديروا واحد المجهودات ولكن توما الشكر ديالكم كيتمثل في أنكم غير إلا شفتكم أنكم كتبارتاجيوا في الجروب فيسبوك راكوشي كنشوفو غير إلا شفتكم كتبارتاجيوا مع الناس في الجروب فيسبوك هذاك بنسبة لي راه شكر في حد داتو الله يجعزكم بخير انتم ما غيرتعونون غير بالبارتاج ولاش باش الناس كيدخلو جداد والمجهودات ديالنا ما كيدعوش هكاكي يعني هباء منطورة نتمنى أنكم تفهموني اشنو بغيت نقول نبدأ ان شاء الله على بركتي الله في هذا الفيديو اللي غنشوفو فيه القراءة ديالي بلون ديال الطرس أولا ديالريتشوصي هاد البلون ديالطرس أول حاجة كيختلف لبلون ديالفونداسيون البلون ديالفونداسيون هادو هادو مني كان طلعوا الريتشوصي كيوليوا الدور ديالهم كيوليوا اسميتهم لبوتر ولكن بينما مني كنا في الفونداسيون هادو بجوج كانوا اسمية ديالهم لونغرين يعني في الفيديو السابق ديال الفونداسيون هادا یہا ديال average توgger اللي اعتراض التراس هادو كي ، أو لو كي لعبوا الدور ديالي بلونغرين يعني مابطاوش بلونغرين يعني لي كنت في الفونداسيون و副ي تمكن طلعه لدينا مهمة ر PLS 1 ر PLS 2 ر PLS 3 ر PLS 4 ر PLS 5 وهذا كما اسمتهم ديب الالترابة الالترابة من الطرابة من الطرابة للفوق كما اسمت الالترابة ولكن من الطرابة لحفير و الذي أعتبر سوف أدخل الزفراج تحت التربة سوف أدخل الزفراج كامل تسمى فونداسيون في هذه النقطة أول حاجة عندي ديب بوتر هم هذو الرمز اللي هم بحرف PN1 يعني الرمز اللي بغاوا ورمزوا لكم بيه ما كيهمش الرمز ولكن كيهمني أنا نعرف شنو هما هذو هذو ديب بوتر فيما نمشي الريد شوصي ولا ليطاج ويبانوا عندي هذو اللي كانوا كي لعبوا الدور ديب بوتر يبانوا عندي هذو ديب بوتر هذو كاملين ديب بوتر هذو كاملين ديب بوتر هذي PN1 يعني 25 سنتيم 20 سنتيم في الارتفاع و 25 سنتيم في العرض نفس الشيء بالنسبة لها PN1 يعني في حال في حال بالنسبة لهذه P4 تهيئة بوتر للا سكسيون ديالها 35 سنتيم 25 سنتيم في العرض و 30 سنتيم في الاوتر نفس الشيء بالنسبة له هذي P3 هذي P2 25 سنتيم فيها في العرض و 40 سنتيم فيها في الارتفاع للا سكسيون ديال البيط هذي هذي تشوفها عندي دائرة كبيرة و فيها 15 ستزايد خمسة ماذا نقصده بهذا 15 ستزايد خمسة هذي تركزوا معيه مزيان هذي الوردي هذي الوردي أول حاجة تشوفوا هذي الأشريطة اللي كيبانوا لكم هذي الأشريطة و لن يهم إسم بتشريطة هم من التلقيق بين ألي التلقيقين و نضح تشوف نضح توضع تشريطة سوى هنا يعني كنشوفهم مش عموديين هنا في هذا الشكل عموديين ولا أفقيين إذا كانوا عموديين يعني مني غن بغن نحط الوردي أنحطوا غادي في التستيفة دياله غادي عمودي ولكن مني غيكونوا أفقيين غادي نهاج على هذا الشكل أنوالي نحطوا هكا يعني أفقي بفهم كيفاش يعني مني غيكون عندي آآ يعيكونوا عندي هذه الخطوطة عموديين يعني أنهم عمودي مني غيكونوا عندي الخطوطة يعني غادي أفقيين انحطوا التموضع ديالي Bugلا بغن بغن نحطه قاعدة كنحط oss افقي مافهم يعني بنيبغن نستفوو افقي Florida يعني هاد الأشريط أخير غير هكا يعني عندهم الدور ديال ديال ما شنو وهو تيوريك مني alternative وكيف يمكن أن أضع الماتود الذي سنضع فيها سنضع عمودي مستفع عمودي أو مستفع أفوقي لماذا ؟ لا تقلق هكذا وهذا 15 زائد 5 هو النوع الوردي هذا الوردي الوردي في 15 هذا الوقف سنتيم ستكون الفرماة التي ستكون في فوق الوردي يعني 15 سنتيم هي المارك الوردي 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 في 15 وذلك الارتفاع الوقف وهذا خمسة سنتيم سيكون الارتفاع أو البيسور يعني الفورما ستكون فوق الوردي بعدما سنقوم بأحد ثري سودي واحد شبكة الحديد 6 أو 8 هنا لا تقوم بأحدث ثري سودي تكون من عندك يعني اختيارك تقوم بأحدث 6 أو 8 وبالنسبة لهذا الفورما تقوم بأحدث خمسة سنتيم في الارتفاع نفهم هذه النقطة نتمنى ان يكون هذا الشيء واضح هذا هو الزاكس خلاص هذا هو الزاكس أما بين A أو B أو C فاذا ينفعون هذا الزاكس؟ كما نريد أن نقوم بأحدث طول هذا الارتفاع أو طول هذا الارتفاع مثلا أو طول P2 في هذا الارتفاع 25 أو 40 سنتيم أنا لدي ثلاثة متر وثمنية وسبعين آتفاع ننسبة لهذا الحسم فعالي أختيار جديدة لماذا سننعم علىهم؟ الممتعة الحقيقة الذين يتماثي مع P2 هذه الارتفاع يساعدون تنفيذ لي معها مع P2 إذن لنأن ننتصة أتفاع بداية آتفاع الإجهال كما نريد أكبر آتفاع أكبر آتفاع C لأكبر لأكبر ما من البوتر انا نضع عليها مثلا انا نضع علي البوتر P2 التي جاءت للطموضوع التي جاءت بالأكس B و أكس C يعني سنقول لهم بين أكس B و أكس C هذه البوتر التي نضع عليها P2 شحال الطول والعرض والارتفاع العرض والارتفاع بين السكسين 25 سنتين في العرض 40 سنتين في الارتفاع يبقى لها غير الطول طول نضع على هذا ما بي الله أكس بأكس يكون 3.78 هذه 3.78 ما من البوتر نقص ذلك نقص بهذا العرض ونقص إلى 25 سنتين 12 سنتين من ونقص إلى 2 سنتين من ونقص إلى 12 سنتين من وهي 25 سنتيم 25 سنتيم نقصها من 378 يجبني الطول طول هذا P2 أنا لديه الطول نضربه في العرض 25 سنتيم نضربه في الارتفاع 40 سنتيم يجبني الانسكسيون يعني يجبني المتراج 1 متر كيب يعني ما حال فيها هذا P2 نفس الشيء نضربه في الجوج لماذا؟ لاحق هذا P2 يعني في حال في حال يجبني حسب المتراجع ذلك نضرب في الجوج يجبني عرض يعني نفس الطول نفس العرض و الارتفاع مفهم؟ نفس الشيء من نسبة P3 كن أخدمها لا يوجد السمي 388 نقصها من 25 سنتيم من النيمن و نصد 25 سنتيم من سرع و الضرب و العرض و الضرب و طرب و tới سيدي 1 متر كيب و ال homeless عندي في حال في حال في حال في حال في حالja في حالة بتروا هذا الشيرها داخل في المتري رؤينا نرجع الكريم قراءة اللي بلون قرائنا دخول كريم أبق complimentary هاكا كيف نحسب ولبغاي نفس الشئ والنسبة لذاåكس نفس الشئ كيف نحسب الشئ نفس الشيء باش كن بغي نحسب لالونجور ديفلوبي الطول دياللي بارلونجيتي دينال رك نخدم على هاد السكسون هذي على هاد 3.88 اللي بغيت مثلا نخدم على هاد البيترواء ونعرف الفرياج دياله مفهم؟ عاد كي يعطيوني الديطاي ديال الفرياج دياله ان شاء الله اللي غنشوفو في الفيديو الجاي ان شاء الله اه هذا فيما يخص اه هذا الزكس اه الدور ديالهم يعني اهمية ديالهم باش اه اهمية ديالهم في لالونجور يعني باش نجبه الطول بحال مثلا بغيت ندخل هاد الوردي عرف يعني نحسب هاد السكسون بوحده عاد كي نحسب هاد السكسين بوحده عاد كنحسب هاد السرفاس بوحده عفوا انا كنحسب هاد السرفاس بوحده ويجب تسيرفص بوحدة ويجب تسيرفص بوحدة لو أردت نحسب الوردي ما نفعل؟ نعمل على هذا الزاكس أعلى الأخس سيودي لديه 3.88 أعلى الأخس جوجو واحد لديه 3.21 ما سنفعله لكي ندخل الوردي للداخل؟ سنفعل هذا الزاكس التي هي 3.21 عنقص منها 12 سنتيمونس من الليمين و 12 سنتيمونس من الأسر التي هي 25 سنتيمونس عنقص منها 3.20 يعطيني الطول من هذا الوردي ومن بعد سنذهب للعرض شد 3.88 نقص منها 12 سنتيمونس من الليمين 12 سنتيمونس من الليمين ومن بعد سنجد العرض عند ربط الطول في العرض سأعطيني السيرفاس الوردي في هذه الكارة وهذا في هذا المربع نفس الشيء الذي فعلته وندخلها ندخلها في هذا الكارة أو ثاني هذه المرة سنقص على 3.78 في العرض و3.21 الذي لديه في الطول ويجب أن نقص كما نقص على الارض ونضرب الطول في العرض ونفرح الأمر نفس الشيء بالنسبة لكاروت الثالث كي نجبد الواردة 1 متر كاري نتمنى ان شاء الله ان يكون استفتوا من هذا الفيديو بزيث تابنوا والإخوان فلاشين بارتاجوا والإخوان ووصلوا للعذبة كي يرجع الدور نحن نفهمه و نشرحه و نتقاتلوا معاكم و كي يرجع الدور كي توصلوا للعذية لثلاثة كا يعني الثلاثة المشترك ان شاء الله و بارتاجوا مع الناس بارتاجوا بارتاجوا و جزاكم الله خيرا و الله يعوه